300 حالة مصابة بالتهاب فيروس الكبد الوبائي عولجت بدواء جديد وفرته وزارة الصحة الأمر الذي يبشر بمستقبل آمن وحياة طبيعية لحامل هذا الفيروس في السابق نعطي إبر لها أثار جانبية كثيرة نسبة نجاحها قليلة تصل إلى 60 إلى 65% ولكن العلاجات الحالية تصل إلى 98 إلى 99% ونحن في الوزارة نتبع استراتيجية عالمية هي استراتيجية منظمة الصحة العالمية التي وضعتها نأمل من هذه اللجنة والبرنامج الوطني والاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة إن شاء الله بحلول العام 2020 أن تكون الكويت خالية من الالتهاب الفيروسي الكبد التهاب يشكل أحد التحديات الدولية التي تواجه الصحة العامة فهو سابع أخطر مرض بالعالم ولا يقل خطورة عن الأمراض المعدية كالسل والمالاريا والأيدس مرض يعتبر صامت عراضة جدا بسيطة أنها تطلع أنا بنوعي الناس أنهم يروحون يبحثون فحص دوري بالإضافة إلى أن مراكز التجميل من الأماكن اللي ينتشر فيها هذا المرض جدا يهمنا التعقيم أنا بنثقف الجمهور بطرق التعقيم الوقاية خيرو من العلاج نحن يجب أن نتفادى حدوث المرض عن طريق النمط السلوكي الصحي السليم ويعد سرطان الكبد خامس أسباب الوفيات في البلاد فوفق إحصاءات مركز الكويت لمكافحة السرطان توفيت 27 حالة بهذا المرض عام 2012 ليأتي الدواء الجديد متصديا لأخطاره زهراء الكاذمي لدلفزيون المجلس